أبو ناصر يسأل عن ضحية عن والده طبعاً هو سؤالان عظيمان وكريمان وقديمان الأول عن ضحية عن والده أو ما يعترف بهن ضحية عن والد وأنا أقول هنا بالمناسبة قد يوصل والد بشيء أو الوالدة أو المتوفى عموماً فيتجشم أبناؤهم أو الورثة أو أكبرهم عناء تنفيذ وصياته وهو لا يملك ويذبح كل سنة شاه ولا يملك وفي صورة أخرى وهي حسنة أن يبقي لهم وقفاً يأخذون من ريعه شيء لتنفيذ وصياته في كل الحالتين ما التوجيه فيما يتعلق بما إذا أوصل الإنسان بوصية فإنه ينفذ ما أوصى به في مقدار الثلث لأن الله تعالى تصدق على الناس بثلث أموالهم إذا ماتوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما أحمى بالوصية قال الثلث والثلث كثير فإذا أوصى بما دون الثلث الثلث فما دون فإنه ينفذ ما أوصى به شريطة أن يكون ذلك على وجه صحيح يعني في نوع من أنواع البر فإذا أوصى الميت أو من في سياق الموت إذا أوترك الميت وصية بأن يضحى عنه فإنه يفعل ما أوصى به ويضحى عنه على نحو ما أوصى ما يتعلق بما يبقى من الثلث إذا كان قد قال ثلثي في ضحايا ولم يستنفذوها في عام واحد أو كانت لها ريع عمائر وعقارات لها ريع ففي هذه الحال ما يتبقى هذا المال هو لله وليس فيه زكاة وهذا ما سأل عنه أخونا هل أزكي من مال الوصية الجواب لا لأنه وصية لله فلا مالك لها ومن شرط وجوب الزكاة في المال أن يكون له مالك وهذا المال ملكه لله كالأوقاف فلا زكاة فيها لأنها صدقة وقربة هذا ما يتصل بما يتعلق بإنفاذ الوصية والمال المتبقي بعد إنفاذ الوصية إذا مر عليه سنة هل تجب فيه زكاة أو لا ما يتعلق بمبادرة الأبناء أو مبادرة الأولاد ذكورا وإناثا أبناء وبنات مبادرتهم بالإحسان إلى أبيهم من غير الوصية هذا من إهداء الثواب وإهداء الثواب جائز وينفع الميت ولا يخص بباب من أبواب القربات بل ينبغي أن ينظر فيه إلى الأنفع من أوجه البر والخير السلام عليكم